السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع اليوم في مساق تركيب البيانات هو المصفوفات الرئيس وقد تعرضت في فيديو سابق على تركيب البيانات الأكثر شيوعا ومنها كان المصفوفات إلا أن العرض كان تعريفي وعام سأبدأ اليوم بعرض هذه الهياكل بالتفصيل ملاحظة سريعة بيانت سابقا أن بعض لغات البرمجة تميز بين المصفوفات الرئيس والقوائم لست مثل لغة الباتون حيث القائمة تختلف عن المصفوفة الفرق الأساسي المصفوفة الرئيس تخزن عناصر من نفس النوع بينما القائمة لست قد تخزن عناصر من أنواع مختلفة رغم أنه مستقبلا عندما نذكر القائمة فإنه في أغلب الحالات سنقصد القائمة المرتبطة Linked List المصفوفة هي مجموعة من العناصر من نفس النوع المتغير المخزنة في مواقع ذاكرة متجاورة وهي أكثر هياكل بيانات شيوعا وبساطة وغالبا ما تستخدم لتنفيذ هياكل بيانات الأخرى يتم فارسة كرونسور في المصفوفة بدءا من صفر المصطلحات الأساسية المصفوفة فارس المصفوفة Array Index في المصفوفة يتم تحديد العناصر بواسطة فارسها يبدأ فارس المصفوفة من صفر عنصر المصفوفة Array Element العناصر هي عناصر مخزنة في المصفوفة ويمكن وصول إليها من خلال فارسها طول المصفوفة Array Link يتم تحديد طول المصفوفة بعدد العناصر التي يمكن أن تحتوي عليها فمثلا في هذا المثال لدينا المصفوفة بالعناصر 5, 3, 2, 8 إلى آخره 12 فارس العنصر 5 هو 0 فارس العنصر التالي 3 هو 1 إلى آخره والميز الرئيسي في المصفوفة أنه يمكن الوصول أو النفاذ إلى أي عنصر مباشرة باستخدام فارس هذا العنصر فمثلا الجملة Print Array Sub 4 ستطبع القيمة 17 التالي تمثيل مصفوفة يمكن تعريف تمثيل مصفوفة بإعلانها يعني التصريح تخصيص ناكرة لمصفوفة ذات حجم معين مثلا في الباتون Array 1 يساوي 25 30 50 55 وهذه المصفوفة ذات اتجاه 1 أي نستخدم فارس 1 للإشارة إلى أي عنصر مثلا Array Sub 0 تساوي 5 Array Sub 1 20 إلى آخره وكما تلاحظ فإن هذه المصفوفة تخزن أعداد صحيحة Array 2 A B إلى آخره وهذه مصفوفة رموز أو سلاسل Store characters كل رمز متضمن داخل إشارة اقتباس Array 3 2 وما إلى ذلك بالتالي لماذا المصفوفات لنفض أنه لدينا المتغيرات M1 M2 M3 وهي من نوع انتجر سنعلن عنها في أغلب لغات البرمجة انتجر M1 يساوي 70 انتجر M2 يساوي 90 انتجر M3 يساوي 60 ويمكن الإعلان في البرنامج عن النوع فقط مثلا انتجر M1 وتأجيل اتخال القيمة إلى وقت التنفيذ مثلا باستخدام جملة الاتخال M4 هنا لا يوجد لدينا أي مشكلة تصور مثلا أننا بحاجة للإعلان عن ألف قيمة ستتكرر مثل هذه الجملة ألف مرة سيصبح من الصعب إدارة هذه القيم وتذكر أسماء هذه القيم بدلا من ذلك يمكن الإعلان عن مصفوفة بقياس ألف وتخصيص اسم لها مثلا RA اتخال القيم يمكن أن يكون مباشرة A0 تساوي 50 A1 تساوي 35 ويمكن تأجيل عملية الاتخال لوقت التنفيذ هنا يمكن تنظيم تكرار بطول المصفوفة وطلب اتخال كل قيمة في داخل التكرار هنا لدينا اسم وتغير واحد A ونتعامل مع أي عنصر داخل مصفوفة عن طريق المؤشر أو فارس هذا العنصر A صب I مثلا A صب 4 2 3 4 تساوي 70 المصفوفات قد تكون باتجاه واحد واندامشنا الاريه وهنا سنحتاج إلى فارس واحد للإشارة إلى أي عنصر وقد تكون باتجاهين ميتريكس وهنا يلزم مؤشرين مؤشر للصف رو ومؤشر العمود كولوم وكذلك برمجيا يمكن الإعلان عن مصفوفات بأكثر من اتجاهين مثلا ثلاثة اتجاهات أو أكثر تستخدم المصفوفات في تنفيذ هيك البيانات الأخرى مثل قوائم المصفوفات الرئيليست أكوام الذاكرة الموقعة هيبس جداول التجزئة هاش تيبلز المتجهات بيكتورز والمصفوفات ميتريسيز عادة ما يتم تنفيذ سجلات قاعدة البيانات كمصفوفات يتم استخدام المصفوفات في جداول البحث عن طريق الحسوب يتم استخدام المصفوفات في خوارزميات الفرز سورتينج المختلفة مثل فقاعات الفرز والدمج للفرز والفرز السري كويك سورت تسمح المصفوفات بالوصول العشوائي للعناصر راندوم أكسس هذا يجعل الوصول إلى العناصر حسب الموقع أسرع تتمتع المصفوفات بمنطقة تخزين مؤقت أفضل مما يحدث فرقا كبيرا في الأداء المصفوفات تمثل عناصر بيانات متعددة من نفس النوع باستخدام اسم واحد تقوم المصفوفات بتخزين بيانات متعددة من أنواع متشابهة بنفس الاسم تستخدم هياك البيانات المصفوفات لتمثيذ هياك البيانات الأخرى مثل القوامل المرتبطة المكدسات القوامل الانتظار أو الدور كيوز الأشجار تريز الرسوم البيانية وما إلى ذلك هذه كانت الحسنات الرئيسية من استخدام المصفوفات إلا أن للمصفوفات أيضا عيوب نظرا لأن المصفوفات لها حجم ثابت فبمجرد تخصيص ذاكر لها لا يمكن زياداتها أو تقليلها مما يجعل من المستحيل تخزين بيانات إضافية إذا لزم الأمر وشار إلى مصفوفة ذات حجم ثابت كمصفوفة ثابتة static array في الواقع بالنسبة للتخصيص الثابت static allocation في أغلب المراجع يذكر أنه يتم في مرحلة الترجمة في مرحلة الترجمة يتم توليد الكود التنائي ويتم الإعلان عن هذه القياسات طبعا المترجم لا يقوم بتخصيص الذاكرة تخصيص الذاكرة يتم في مرحلتي التحميل والتنفيذ لأننا في وقت التنفيذ لا نستطيع تغيير الحجم ولهذا يسمى هذا النوع من التخصيص بالتخصيص الثابت والعيب الأساسي فيه هو استخدام الذاكرة حيث مثلا قد نعلن عن مصفوفة بألف عنصر إنما في الواقع في وقت التنفيذ سنستخدم مئة عنصر منها فقط النوع الآخر من التخصيص هو التخصيص الديناميكي أو المتغير dynamic allocation ويتم باستخدام القوام المرتبطة linked list stacks المقدسات accuse الأدوار يؤدي تخصيص ذاكرة أقل من المطلوب لمصفوفة إلى فقدان البيانات المصفوفة متجانسة بطبيعتها لذا لا يمكن لمصفوفة واحدة تخزين قيم لأنواع بيانات مختلفة تقوم المصفوفات بتخزين البيانات في مواقع ذاكرة متجاورة مما يجعل عملية الحذف والإدراج صعبة لغاية والسبب في ذلك أن المصفوفة مثلا A تخزن في ألف موقع متجاور وإذا أردنا زيادة قياس هذه المصفوفة إلى ألفين فمن ممكن أن لا نجد المواقع المجاورة لهذه المواقع متاحة طبعا يمكن حل هذه المشكلة إنما بتكلفة يمكن إعلان عن مساحة جديدة بقياس ألفين ونقل المصفوفة الحالية إلى هذه المساحة يتم التغلب على هذه المشكلة من خلال تطبيق القوائم المرتبطة Linked List والتي تسمح للوصول إلى العناصر بشكل تسلسلي فقط في القوائم المرتبطة Linked List سيتم حجز مواقع من الذاكرة أو عقد بالحجم المطلوب ومن السهل من ناحية الذاكرة إجراء عملية الإضافة أو الحذف حيث ليس بضرورة أن تكون العقد مخزنة في مواقع متجاورة العمليات على المصفوفات الاجتياز Traversal اجتياز عناصر المصفوفة الإدراج إدخال العنصر الجديد في المصفوفة الحذف حذف عنصر من المصفوفة البحث البحث عن عنصر في المصفوفة الفرز الحفاظ على ترتيب العناصر في المصفوفة طبعا يوجد العديد من العمليات الأخرى إلا أن هذه هي أهم العمليات بالنسبة لإسترجاع أي عنصر فإنه سريع جدا يحتاج إلى عملية واحدة مثلا يمكن مباشرة الحصول على قيمة A sub 3 وهي في هذه الحالة تساوي 8 بالنسبة للإدراج insertion في نهاية المصفوفة سيحتاج إلى تعقيد عملية واحدة constant time إذا ابترضنا أنه لا داعي لتغيير الحجم كذلك الحذف من نهاية المصفوفة يحتاج إلى عملية واحدة التحديد سهل جدا مثلا يمكن تحديد قيمة A sub 3 بتصبح 15 عملية واحدة بالنسبة للإضافة والحدث في أي موقع من المصفوفة يحتاج إلى وقت أطول وقد يحتاج في أسوأ حالة إلى N عملية نذكر أن التعقيد big O يساوي N مثلا إضافة العنصر 7 في الموقع 3 يجب تحريك جميع العناصر من الموقع 3 إلى آخر المصفوفة هنا يسبح لدينا 10 17 8 نكون قد أنشأنا هنا فتحة لإضافة العنصر الجديد 7 وكذلك الحال فإن التعقيد في عملية الحذف قد يصل إلى أن عملية مثلا لحف العنصر في الموقع 3 من هذه المصفوفة الأصلية 5 3 2 نرغب بحف العنصر 8 نحرك 17 إلى الإسار 10 إلى الإسار هكذا تصبح المصفوفة أي نزيح العناصر لملء الفجوة محل العنصر الذي نرغب بحث فيه بالنسبة لعملية البحث في المصفوفة في الواقع هناك عدة أنواع للبحث أم نوعين البحث الخطي Linear Search والبحث التنائي Binary Search وسنتعرف على هذه الطرق بالتفصيل في مساق الخوارزميات يمكن البحث عن عنصر في المصفوفة عن طريق اجتياز المصفوفة ومقارنة كل عنصر حتى يتم العثور على عنصر الهدف أو الوصول إلى نهاية المصفوفة التعقيد الزمن للبحث الخطي هو Big O N حيث N هو عدد العناصر في المصفوفة فمثلا إذا أردنا البحث عن Search Value القيمة 17 في هذه المصفوفة ننظم تكرار نقارن 17 مع العنصر في الفارس 0 لا يوجد تساوي في التكرار التالي نقارن مع 3 لا يوجد تساوي مع 2 لا يوجد تساوي مع 8 لا يوجد تساوي مع 17 تساوي نعود بفارس هذا العنصر حيث تم إيجاد القيمة المطلوب البحث عنها في الفارس 4 طبعا في البحث الخطي في أحسن حالة قد نجد العنصر الذي نبحث عنه في أول موقع والتعقيد في هذه الحالة Big O 1 أفضل حالة وفي أسوأ حالة قد لا نجد العنصر أبدا أو قد نجده في آخر موقع التعقيد في أسوأ حالة Big O N في الواقع موضوع البرمجة والتطبيق هو مهمات الطالب بشكل رئيسي إنما بشكل سريع هنا لدينا برنامج Python للبحث في المصفوفة MyArray المعطاة عن العنصر 8 نستدعي الدال لSearchElement ممررين إليها المصفوفة والعنصر المطلوب للبحث عنه أي هنا نمرر المصفوفة وإلى Target نمرر 8 في هذه الدال ForElementInArray IfElementEqualTarget RetainTrue وإلا إذا خرجنا من التكرار ولم نجد RetainForce بعد العودة إذا كان ناتج True Print the element Target element is found in the array Else Print the target element is not found in the array ويمكن بسهولة تعديل البرنامج لتباعة فهرس هذا العنصر بالنسبة لعملية الفرز Sort هناك عدة خوارزميات لإجراء عملية الفرز أيضا هذا الموضوع سيبحث بالتفصيل في مادة الخوارزميات إلا أن خطة هذه المادة تتضمن التعرض لهذا الموضوع فقاعات الفرز هو أفسد طرق الفرز حسب هذه الطريقة نقارن العنصر الأول والثاني إذا لازم نبدل هذه العناصر 3-8 هذه العناصر لا تغير عليها في الواقع نفس مصفوفة نماء أكتب العمليات في مصفوفات مختلفة للتوضيح فقط بعد ذلك نقارن العنصر في الفرز 1 مع العنصر في الفرز 2 أيضا تبديل على افتراض أن الترتيب تصاعدي ascending order بعد ذلك العنصر في الفرز 2 مع العنصر في الفرز 3 1-8 لا تغير على البقية بعد ذلك العنصر في الفرز 3 مع العنصر في الفرز 4-6-8 بعد ذلك العنصر في الفرز 4 مع العنصر في الفرز 5 ونكون قد أكملنا في الجولة الأولى phase 1 حيث مررنا على جميع عناصر مصفوفة وبدلنا العناصر المتجاورة إذا لازم الأمر في الواقع لتبديل موقعين في الذاكرة مثلا X و Y يمكن برمجيا تخزين X في موقع مؤقت في مكان معين T بعد ذلك في X نخزن Y بعد ذلك ننقل T إلى Y هذه الجمل تبدل محتوى الموقعين X و Y فقبل تنفيذ هذه الجمل إذا كان هنا لدينا 10 و 20 بعد تنفيذ هذه الجمل سنحصل هنا على 20 وهنا على 10 أغلب لغات البرمجة تحتوي على جملة swap للقيام بهذه العملية وفي الباتون ممكن كتابة X Y تساوي Y X هذه الجمل تبدل محتوى الموقعين X و Y لاحظ هذه المصفوفة لا تزال غير مرتبة إلا أننا حصلنا هنا على أكبر عنصر في المصفوفة largest وبالتالي في المرحلة القادمة لا داعي لإدراج هذا العنصر هو دائما سيبقى في مكانه إلى آخري نبدأ الجولة الجديدة 3-2 نبدل 2-3 1-6-5 بعد ذلك 3-1 نبدل 1-3 6-5 بعد ذلك 3-6 في مواقعهما بعد ذلك 6-5 نبدل 1-5 1-6 3-1 2 أنهينا هذه الجولة ولاحظ من الجديد حصلنا على أكبر عنصر من العناصر المتبقية في هذا الموقع الآن في الجولة الجديدة هذين العنصرين مرتبين ولا داعي أن نشارك في الجولة التالية 2-1 نبدل 1-2 3-5 2-3 لا نبدل وكذلك 3-5 لا نبدل من جديد حصلنا على أكبر عنصر هنا في الواقع هنا المصفوفة رتبت رغم أن ذلك لا يتم دائما يجب من جديد البدء بجولة جديدة هذه العناصر الآن مرتبة لنحصل على أكبر عنصر من العناصر المتبقية هنا ستكون هذه مرتبة ونستمر في الجولات حتى نحصل على جولة من أول عنصرين ونكون قد حصلنا على المصفوفة مرتبة في الواقع كما لحظت يمكن تحسين هذه الخوارزمية بعدم إجراء جميع الجولات إذا قمنا بجولتين متتاليتين بدون إجراء عملية تبديل فإن المصفوفة تكون مرتبة ويمكن الخروج المبكر من البرنامج وتسمى هذه الخوارزمية نهاز بابل سورت خوارزمية الفقاعات للفرس المحسنة هذا هو برنامج البايتون نفض أنه لدي المصفوفة ماي أريي بهذه القيام نطبع المصفوفة قبل الترتيب نستدعي الدالة بابل سورت وممررين إليه المصفوفة ماي أريي وبعد الرجوع من الدالة بابل سورت نطبع المصفوفة مرتبة في الدالة ديف بابل سورت استقبلت المصفوفة نجد عدد العناصر المصفوفة باستخدام الدالة لن في n 4i in range n نخصص القيمة false للمتغير swap والهدف هو الخروج المبكر في حالة عدم القيام بأي تبديل في التكرار الداخلي 4j in range 0 n-i نقص واحد لأننا في كل التكرار سنستثني عنصر جديد نقارن الريصب جي مع الريصب جي بلس وان إذا كان أكبر نجري عملية التبديل في الباتن تتم الريصب جي الريصب جي بلس وان تساوي الريصب جي بلس وان الريصب جي وإذا قمنا في التبديل نعكس قيمة swap إلى true افنة swap break وهذا يسمح بالخروج المبكر من البرنامج إذا لم نقم بأي عملية تبديل بعد الانتهاء سواء عن طريق break الخروج المبكر الترتيب المبكر أو الانتهاء من تنفيذ التكرارين الخارجي والداخلي نرجع إلى البرنامج الرئيسي ونطبع المصفوفة وستكون مرتبة طبعا التعقيد في هذه الحالة رغم أنه ليس مطلوب في مادة تياكل بيانات هو big o n تربيع حيث لدينا تكرارين متداخلين هناك العديد من العمليات التي يمكن نجراؤها على المصفوفات مثلا إيجاد أكبر وأصغر عنصر في المصفوفة myarray min max value تساوي find min max myarray نمر إلى الدال المصفوفة array إذا لم تكن مصفوفة return none نفترض أن أصغر عنصر وأكبر عنصر هو array sub zero for element in array if element أقل من من element من element يساوي element if element أكبر من max element max element يساوي element ونلاحظ في البداية من element يساوي 7 كذلك max element عند هذا العنصر من element سيصبح 2 max element سيبقى 7 عند هذا العنصر من element سيبقى 2 max element 7 عند هذا العنصر من element سيصبح 1 max element سيبقى 7 عند هذا العنصر من element سيبقى 1 max element سيصبح 8 عند هذا العنصر لا تغيير من element 1 max element بعد الرجوع نطبع هذه القيم لا أريد تحويل المساقي إلى برمجة إلا أنه من المفيد الذكر أن أغلب لغات البرمجة تحتوي على دوال لإيجاد العديد من القيم مثلاً Python من ستجد أصغر عنصر في المصفوفة Max ستجد أكبر عنصر في المصفوفة وكذلك يوجد دوال لإيجاد المجموع المعدل وحتى دوال تقوم بعملية الفرس بالنسبة لضرب المصفوفات يتطلب ضرب المصفوفة أن يكون عدد الأعمدي في المصفوفة الأولى مساوياً لعدد الصفوف في المصفوفة الثانية إذا لم يتم استفاء هذا الشرط فإن عملي ضرب المصفوفة غير صالحة وسيحدث خطأ فإذا كانت المصفوفة A بقياس MN والمصفوفة B بقياس NB فإنه يمكن ضرب هتين مصفوفتين حيث N عدد الأعمدي في المصفوفة الأولى يساوي N عدد الصفوف في المصفوفة الثانية لضرب هتين مصفوفتين مثلاً للحصول على C11 نضرب عناصر الصف الأول في العمود الأول A11 ضرب B11 زائد A12 ضرب B21 زائد A13 ضرب B31 والحصول على C12 نجد حصل جمع مضاريب العناصر في الصف الأول مع العناصر في العمود الثاني وهكذا بشكل عام CIG تساوي مجموع IAK ضرب BKJ حيث K تتغير من 1 إلى N هنا لدينا مثال عددي C11 تساوي 1 في 7 زائد 2 في 10 27 C12 تساوي 1 في 8 زائد 2 في 11 30 إلى آخره لاحب لبرمجة حملية ضرب المصفوفات يلزمنا ثلاث تكرارات متداخلة 4, 4, 4 4I in range rows 1 4J in range columns 2 4K in range columns 1 result IJ plus equal matrix 1 IK مضروبة في matrix 2 KJ وهذه البرمجة بناء على المعادلة السابقة مدام تعرضنا لهذا الموضوع في البايتون يمكن استخدام numpy واستدعاء numpy as mp واستخدام الدالي mp dot لضرب المصفوفتين matrix 1 و matrix 2 وهذه المكتبة توفر العديد من الدول على المصفوفات وهذا نكون قد تعرفنا على الأمور الأساسية التي تتعلق بالمصفوفات ولكننا سنبقى على اتصال دائم بالمصفوفات حيث أن العديد من هيكل بينات الأخرى تنتب باستخدام المصفوفات شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم